نادر انك تشوف مقطع رعب عن ماينكرافت وفي الغالب بيكون تجربة لمجرد مود مرعب وفي الغالب ايضا بيكون عن هيرو براين انا مسترسولو بمفاهز الفيديو جمعت لكم اكثر 10 مقاطع مرعبة في ماينكرافت ويلا نبدأ في المركز العاشر هو ماينكرافت جربت ألعب ماب رعب لليوتيوبر مصطفى جيم اوفر الفيديو قديم شوية وايما كان فترة سرقة حساب مصطفى مع ان الموضوع كله كان دراما وكذب بس نكمل في الموضوع الفكرة ان مصطفى كان بيجرب ماب رعب من اقتراح صديقه من مودي الماب كان فيه رعب جامد وجنبي سكرز اسطورية وفعال المقطع كان جيد جدا لكن بدون اي مؤسرات صوتية للفيديو المقطع كان جيد لكن هذه بزيادة وبديمونتاج بس بشخصية مصطفى جيم اوفر الماب فكرته كان تشبه ماب الكارو المبتسم ولكن بشكل ابسط وفي وحش ضب بيلاحق مصطفى ويريد يكتله بعد هروب ورد الفترة طويلة لحد ما لقى الزر وفي النهاية ختم الماب بمجرد مضغط على الزر على طول فعال فيديو بسيط جدا واستهان ان يكون في المركز العشر في المركز التاسع هو هذا الموض يخلي ماينكرافت مرعبة اكتر لليوتيوبر زياد جيمينج وكتل الفيديو من زياد بلعب مود كله تركيزه على اصوات اللعبة وبالذات اصوات الكهوف المرعبة وبدأ زياد العلم طبيعي جدا انو مود مو ماب فالحد ده سبعة حصل شيء حاجة مميزة في الفيديو كان عبارة عن لعب مايكرافت للعب نوب الحد ما بدأت الاصوات تظهر ويظهر عليه الرعب من افسطة الاصوات ولكن وضع بدأ يزيد رعبا لما نزل في عماق الكهف وظهر له اخيرا في ديئة عشرة من الفيديو وصوته كان جاد مرة مخي ولكن ما صارت مواجهة بسبب المكان الجيد لكان في زياد ولكن بعد بديتين ظهر مرة تانية وحصل الثاني مواجهة بينهم ولكن اختفق قبل ما يصير اي فاي تقوي بينهم ولكن في المواجهة الثالثة قدر زياده ان يستعمل استراتيجية الصعود على الماء وقدر يقتله في النهاية في المركز الثامن هو قرر تألعب اكتر مود مرعب في ماينكرافت لليوتيوبر زياب فكرة هذا المود ان زياب بيجرب واحد من اشهر مودات الرعب في ماينكرافت فكرته انه في مبات واماكن مرعبة خطيرة جدا من السهل اكتلك في هذا العالم لكن زياب هل هيقدر يكمل في المود ده ويعيش لاطول فترة نشوف اول اربع داية في الفيديو كانت تلعب طبيعي جدا في ماينكرافت وفي النص التاني للديا الخامسة من الفيديو لها اول استراكشور في هذا المود واللي كان فيه قروي ما كان في اي خطر واللي قرر يستكشف فيه ويستقرر فيه الفترة طويلة ولكن في لحظات الهدوء يظهر كائم مرعب من العدم وبسلاس ضربات ينوي حيات زياب بكل سهولة قرر الزياب ان ينزل رحلة كافية ولكن بعد تجميع شوية موارد سمع اصوات غريبة وشخص يطلب مساعدة يظهر وحش الكهف المخادع ويهجمع للزياد بشكل غريب جدا وسريع ويقتله بسهولة حرفيا بعدها حاول يعمل ايميل جي بالكاب ويب ولكن لم تزبط جاء زياب طريل الهروب لاستعداد لحظات الهجوم المفاجئ من وحش الكهف فعلا بعد شوية تجميع موارد بيظهر الوحش الكهف بيحاول زياب يهرب لكن يظهر مع وحش شبيه اللاعب فلما حاول زياب يهرب بسلم بينصدم ان الوحش طالع وراء السلم بعد ما وصل نهايته الزياب على طول بيحط البلوكة ويمنع الكارثة من الحدوث وينزل الكهف مرة تانية وبيحصل نفس الشي هجوم سريع من الوحش ده لكن بيحط بلوكة زي المرة اللي راحت وبيظهر صوت غريب فجأة زياب يبحث عن مصدر الصوت لكن لما فتح الباب شاف الكارثة قدام عينه خارج بيته تنتظره في المركز السابع هو الخوف من الظلام في ماينكرافت هاركور اليوتيوب رحمد الباشا من اكتر اليوتيوبرز ما عرفوين بازل نوع من محتوى هو اليوتيوب رحمد الباشا من اكتر مقاطر الرعب في قناته كالخوف من الظلام الفيديو كان متأسم الحلقتين بنشرح اهميل اللي قطت في الحلقة الاولى قصة الفيديو ان احمد عايش فعلا من الوحوش اماكن خطيرة ومرعبة جدا ولا تحتوي على اي حياة فقط ظلام واصوات الرعب والخوف والموت القصة ليست عن هيرو براين بان عن الشخص الغامض في الظلام يوجد متطلبات لو قمت بتحقيقها تحصل على مهارات اكتر في هذا الموت يوجد اضافة مميزة جنب الجوع والهيل هي الحالة النفسية التي يلجب لعالها احمد ان يحافظ عليها الضررها هي للوسع والضياع التام كنت متوقع ان هيرو براين مش موجود لكن لا هو موجود في الفيديو فعلا عشان تحسن من حالتك النفسية لازم تاكل وصل احمد لأول بيت في القرية وقر يستقر فيه انتهت اول ساعة في هذا العالم وفوضل احمد ضرب هذا الغراب وفعلا اتلوا فاللحص ان كل الغربان هاجموا عليه بكميات كبيرة انتقاما لصدقهم بعد نص ساعة قررت احمد انه يغادر المكان وعد بحره لو وصل لهذا المنزل بديد السماء تمتر فقرر انه يرجع للقرية مرة تانية خوفا من على الصحة النفسية للعب استمر احمد في تأمين المنزل اللي فيه انه صعب انه يرح لأي مكان حاليا بعد فترة خرج احمد لجمع المؤارد بعد هدوء الاوضاع وقرر ان ينزل رحلة كافية فبنا قبو وزبطه من الداخل وخرج زبطه من الخارج لكن وضعه كان صعب جدا برا بسبب ظهور الكاميرا وصل للساعة 42 دقيقة فازع العالم ولكن اصبح احمد محاصر في قبو لا يمكن ان يخوج او ينزل لحلة كالفية بسبب اصوات الوحوش المرعبة حاول يهرب بعد فترة طولة من تحت الارض لكن قابل زومبي وسمك متوحج وغريب لجل استمر في الفايت كان لازم يطلع لان الاكل انتهى واسناء بناءه يظهر له الهيرو براين لكن يختفي على طول استمر في تطوير بيت وقبو وبعدها لقى اندورمان ولكن في مخلوق تاني مختفي كان يتبعه وحرفيا كان هيئة الاحمد وتنتيل حالة الاولى يكفي شرح الحالة الاولى انها كانت مرة قوية في المركز السادس هو قصة الميتم وجزء من قصة ميت يوم في ماينكراف فعلا من السحر بدون سحر القصة عن مجموعة اطفال ضايعين جمعهم يوري في الميتم واللي منهم مستر شطور يوسف رصبا قصة ان كان يوسف مقروه لانه ضعيف ولكن شطور كان بيحبه وصاره اصحاب استمر في الحياة من الميتم وطبعا بعد فترة بتكون لحظة ودع احد الاطفال وكانوا يتمنوا ان هذا اليوم يجي بسرعة لحد ما جت لحظة رحيل شطور قبل يوسف ولكن يوسف في المسارة عشان يعرف ايش كان يصير وصمع اللي صار فدخل وعرف حقيقة يوري وحقيقة الميتم اللي هم فيه وانه يريد يستغل الاطفال في تجاربه عن هذه الجزيرة ولكن دائما التجارب بتفشل فقرر ان يحطهم مع بعض وفعلا بيصير التحاول على شطور لكن قبل ما يموت يوسف بيحاوله رجل تلجي وبيبقى شطور على هذه الاهيئة لمدى الحياة واللي يوري بيقيت له في الفيديو الاساسي اللي هو مقطع الميت يوم في المركز الخامس وحملت اقدم ماب رعب في ماين كراف اليوتيوبر عبادي فهذا الفيديو عبادي بيجرب نسخة مجهولة من ماين كراف ويقال انها نسخة مختلفة تماما فيها هيرو براين وفيها اشياء خطيرة جدا نظام اللعبة كان قديم جدا ونسخة الفا تمري في استكشاف النسخة وكل شوي لاحز اشياء بسيطة ولكن غريبة لكن عبادي بيلاقي مكانيش بها المكان اللي ظهر في هيرو براين في صين مكتوب فيها انا اراك بيكرر عبادي ان ينزل رحلة كهفية بفرحته الكهفية وحتى لما اطلع كل شوي لاحاجات غريبة ويسمع اصوات غير مفهومة وغير معروف مصدرها في الليل ظهرت حرائق واصوات اكتر وفاجئة يظهر في الشات ان الهيرو براين دخل العالم ولكن فاجئة يظهر ويرو براين انا ما استفع بعيده من عبادي وده بيخوفه جدا بعد رطة طولة في الفيديو اللي بيظهر بس اصوات موبز عاديا بعد ما بيبني بيته اللعبة بتكرش وبينحزف البيت في المركز الرابع واربع اشياء مرعبة حصلت في ماينكرافف لليوتيوبر يوري فاذا الفيديو يوري اشرح اشياء مرعبة في ماينكرافف اولهم هي الاصوات المرعبة في الكهوف وانها ربما مجرد هلوسة بسبب ان ستيفي يعانم الوحدة ولكن نظرية التانية هي اصوات عمال مناجم او ماينشعف ثانية هم الكرس 13 ولو صوات الغريبة اللي فيه ويوري بيفاصل الكرس بانه كرس يشير الحظ السيء بسبب رقم 13 ثالثة هم الكرس 11 عن قصة عامل توفى في احد كوف ماينكرافف ومش ناوي اشح الكرس كامل رح شوفه عنده يوري رابع عام هاله هيرو براين والقصة ان اللعب كان بيجمع خشب وشاف شي غريب بش يشبه اللعب بعيون بيضاء ولكن بعد نشر الصور واجد ان لا احد يعرف من هزا في المركز الثالث هو فيلم ماينكراف انتشار الوباء في العالم ليوتيور بيبو قصة الفيلم ان بيبو بيصحف يوم على خبر انتشار وباء الزومبي ما تذكر لحظتها لما قال له عمر اللي شغال في محركز التحليل من شهرين عن موضوع لكن بيبو استخفب الموضوع المهم يبيدو هدفه ان يوصل لصاحب عمر لانه كده عنده الحل اللي بيحصل وهيكون اأمن هناك واجه بيبو صعوبة عادية جدا ان يوصل لعمر لكن وصل في الاخر بدأ عمر يحكي لبيبو القصة عمر كان شغال في المعمل في يوم عادي دخل واحد اسمه ياسوني اشترى المعمل عشان يعمل التجارب بتاعته واللي قدت لوجود هذا الفيروس ولده في النوم يوصله المكتب ياسوني عشان يارف يعاكس مفعول الفيروس عمر شرح اكتر اللي بيبعن الفيروس عن نهاية كل شخص يتعرض الفيروس هو الموتى لحرارة الشمس عمر كان متوقع ان ياسوني غير مكانه ودفعنا اللي كان بيحصل في اللحظة اللي هم انطلقوا فيها كان فيه شخص بيرائب حراكتهم وعرفوا ما رايحين فين وبينتج جزء الاول وجزء الثاني لسه ينزل رائب في المركز الثاني هو الهروب المنزل لليتوبر فلاكس لقصة الفيديو ان يوري تم ارساله لاستكشف هذا المنزل لكن لم يعد فتم ارسال فلاكس وفلاكس واجه الكارون المبتسم والغاز الصعبة وانا اشرحت القصة مليون مرة في قناتي فاللخص نروح لما قابل يوري واتجمعوا مرة تانية وبدأوا يحلوا الى ادلة واكتشفوا ان بابل هو شخصية في قصة واحد وهو ما يعرف من فصمة الشخصية ونفس شخصية فلاكس في قصة ميت يوم في عالم السح بدون سحروا شخصيته التانية كيت عمر فايف المهم في النهاية الكارون ببابل هجم عليهم والاسف قتل يوري ولكن فلاكس عرف يهرب منه في المركز الاول لاكتر ماينكرافت مرعب في تاريخ اللعبة وميت يوم ماينكرافت في المدينة الموبوئة اشتركوا في القناة